دموا إلينا من موسكو دكتور ليونيد سوكيانين أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو دكتور ليونيد أولا تقييمك للتصريحات التي وردت اليوم في المؤتمر الصحفي بين لفروف والمعلم طبعا لا شك أن هذا المؤتمر أكد على النجاح هذه الزيارة التي قام بها وزير خارجية الروسي والنتائج المثمرة والبناء للمفاوضات التي تمت بين الجانبين بين الوافضين الروسي والسوري وطبعا لا شك أن وزير خارجية الروسي تناول في كلمته المعظم المحاور للمحادثات التي تمت بين الجانبين اليوم في دمشق مشيرا قبل كل شيء إلى الأولوية التي تكمن في التعامل الاقتصادي بين الدولتين على دول كما تفضل وزير خارجية الروسي الانتصار للحكومة السورية بالتعاون مع روسيا على الإرهاب الدولي في الأراضي السورية طبعا لرغم وجود بعض المراكز للنشاط الإرهابي في سوريا ولكن بشكل عام يمكن القولن حاليا الأوضاع حالية تختلف بشكل جدري قياسا على ما كان عليه قبل سنوات وعلى ذلك الأولوية حاليا تكمن في تعاون بين دولتين وإعادة إعمار البلاد بالجهود المشتركة بالاعتماد على استثمارات الروسية طيب يعني فيما يتعلق بالشأن الداخلي وهو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون النظر أو انتظار نتيجة الاستفتاء على الدستور كيف ترى الأمر؟ طبعا قضية سياغة الدستور الجديد قضية ليست بسهلة اللجنة الدستورية تعمل ولكن بالوتائر ليست بسريعة ولكن وزير خالجية الروسي قال أنه ليس هناك الحدود الزمانية المحددة للانتهاء من هذا العمل أما بالنسبة للتسريحات لوزير خالجية السوري بجراء انتخابات وفقا للدستور القائم بدون انتظار إصدار الدستور الجديد فطبعا هذا الموقف لطرف السوري حاليا ولكن كل المواكف يمكن أن تتغير خلال المحادثات والمفاوضات الجارية حول الدستور مثل هذه الكلمات كانت تلقى قبل السنوات قبل الأشهر بالنسبة للانتخابات والدستور وغيرها ولكن الأوداء تتطور وقد تختلف عن الوضع الحالي وعلى هذا الأساس مثل هذه التسريحات تعكس الموقف الراهن للحكومة السورية ولكن ليس هناك أي تضمانات أن مستقبلا هذا الموقف سيبقى بدون أي تغيير طيب يعني شأن آخر وهو الاتفاقات الاقتصادية هل ترى أنها بالفعل يمكن لمثل هذه الاتفاقات ما بين سوريا وروسيا أن تحد من تأثير العقوبات الدولية على سوريا طبعا العقوبات المفروضة على سوريا ليست من المستجدات سوريا تعيش تحت هذه العقوبات خلال الفطرة الزمانية التويلة والعقوبات الجديدة لا تضيف شيء جديا على مجموعة العقوبات التي تم فرضها سابقا والمشاريع المشتركة الروسية السورية والاستثمارات الروسية تبعا من العوامل التي يمكن أن تساعد الحكومة السورية على تجاوز أو استبعاد النتائج المضرة لهذه العقوبات وتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع روسيا وتبعا بالنسبة لسوريا هذا ضرورة حيوية وبنسبة لسوريا وبنسبة لروسيا تبعا كذلك القضية مهمة جدا قبل الانتهاء من المرحلة الرئيسية للعملية العسكرية الآن التعاون الاقتصادي هو من الولويات الرئيسية إذن من موسكو دكتور ليونيد سوكيانين أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة